بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى بأن شوية ما بنتكلمش على مسألة الجليس والنهاردة عشان الجليس ده مشتقين إليه عن التكلم على جليس مهمة أو أول الجليس ده في ناس كتيرة لما بيبقى موجود معهم بيرتاحوا وساعات الجليس ده الناس بتستخدمه بطريقة سلبية تفتح عليهم جروح وتأذيهم وتفتح عليهم مواجع وتفتح عليهم خاوف ونسألك الجليس ده جليس دقيق وصحبته لازم تكون بدقة وبمعيار وعشان كده لازم لما نجي نتكلم عنه لازم يكون معنا متخصصين وإحنا هنتكلم النهاردة عن الجليس لما تسمعوا اسمه هتقولوا آه ده حاجة مهمة جدا في حياتنا الجليس ده هو جليس الفطفضة الفطفضة ناس كتيرة جدا جدا بيبقوا محتاجين إليها ولكن في نفس الوقت في ناس بيسيقوا استخدامها وعشان كده خلونا نرحب ونتكلم مع الأستاذة دكتورة حنان الرصاص أستاذ الطب النفسي والإدمان بطب عن شمس دكتورة حنان إزاي حضرتك؟ إزايك دكتورة عمر أهلا بحضرتك إيه أخبر حضرتك؟ بأن زمان ما لتقناش شرف لي ربنا عزيزة بالتوفيق دايما دكتورة حنان هل الفطفضة شيء صحي نفسيا ولا لا؟ في أوقات كتير صحيء جدا وليس في كل الأوقات السواء الكتير بيبقى صحيء يعني حتى في يعني بس الحاجة كده هي في الكرآن يعني إيه أبوك أو كتابي يعني حتى ما الواحد خد كتاب وشاركه مع الناس إن الناس تنم تكتب بيعميني فالفطفضة أو إن الواحد يشارك دي حاجة مهمة المشاركة حاجة مهمة عمتلا يعني طيب إذا كان حضرتك قلت في كتير من الأوقات يبقى في بعض الأوقات ما بيبقاش حاجة كويسة طيب إيه بقى معايير إن الفطفضة تبقى أمر صحي نفسيا وأول حاجة في اختيار الشخص يعني اختيار الشخص الإنسان هي فطفض معاه محتاج لي يكون ليه أنا فجرة نظري كده معيارين أساسيين فلو أنا وجدتهم ساعتها أقدر فطفض معاه أول حاجة إنه هو يكون حد أمين ليه حاجة حد مش إن دفاعي ليه؟ ممكن يكون حد أمين وعنده دين وفاهم أنت أمين وما يفعش مثلا يفشي الحاجة اللي تقاليت له ولكن هو عنده نوع اندفاعي يعني فجأة كده واحد إيه طرعت منه الكلام فساعتها أنا محتاجة أشوف الشخص اللي قدامي لو عنده الحاجتين دون مش موجودين شخص مش اندفاعي عنده ثبات وشخص أمين ممكن أبدأ أفطفض معي لمعايير التاني غير الشخص إن أنا أفطفض مع مين في إيه؟ يعني مش كل الحاجات الخصوصية واحد يفطفض بيها ممكن أفطفض بحاجات بسيطة حتى مختبئ الشخص من هو أهل ثقة وفي حاجات بتبقى خصوصيات بيت خصوصيات مزوج وزوجة خصوصيات أب وأم ما ينفعش أفضحها مع أصحابي ففي حاجات ما ينفعش تتقال مع كل الناس صراحة عندي سؤال هو إحنا كلنا محتاجين فطفضة؟ في وقت كثير آه حتى لو مش مع بني قدمين هتبقى أنا عمريك عز وجل بس الناس محتاجة فطفضة محتاجة تشارك المشاركة احتياج إن أنا أشارك دي حاجة مهمة لأن الناس محتاجة أحيانا فطفضة عشان تشارك عشان تقلدوا الضخط عشان تاخد رأي حد وفيه بقى أحيانا بتبقى الفطفضة عشان أشياء أخرى طيب إيه السبب أن الناس أفرطوا في الفطفضة دلوقتي يعني فيه ناس دلوقتي بتفرط من الفطفضة وخاصة عشان سوشيال ميديا ده الجزء الآخر بقى هي الأشياء الأخرى هي صراحة فوجة تنظرنا شوية هي مش أشياء بتبقى مناسبة أن الناس خليقون الأول الأشياء المناسبة أن قلة وجود الناس اللي ممكن يسمعوني أسوأ من الأسرة أب أو أمة أو أخوات أو أصحاب أو زوج أو زوجة يعني حد بيسمعني بإنصاط يعني بيستمع لي مش بس بيسمعني كي يقولي آآ آآ لا بيسمعني يعني بيستمع إلي بإنصاط وعينه في عيني وقدر يسمع ويفهم موراء الكلام فعدم موجوده الشخص ده بيخير ناس ممكن ترجع على السوشيال ميديا لأنها الناس موجودة عليها بشكل كبير فممكن حد يشاهل الحاجة الثانية للأسف الناس متبقى شايفة نفسها يعني هم معدهمش انتباه تماما للشخص اللي داخلهم فدايما بيشوفوا نفسهم من وجهة نظر الآخر يعني لازم الآخر يقولي برافو على كذا ويعمل لي مش عارف هوايك أو يقول لي رأيه في كذا عشان أعرف أن أنا كنت صح مثلا في الحاجة اللي أنا عملتها بعد ما أفرطت فيها فهو الشخص عشان كده الإفراط يعني المشاركة مهمة ولكن لو أنا عندي رأي في اللي أنا عملتهم ثم أنا بيأخذ أشارك الناس ده جاي ما فيش مشاكل لكن الإفراط أن أنا لغي نفسي فالس دايما نستني إيه كأنني بأبقى بأبقى يتم إطعامي من الخير يعني يعني نستني الإدعاعات من الناس يعني حذلك يا أكتور حنان بتحبزي للناس إن دايما يكون عندها جزء من الدعم الذاتي إن الواحد يقوم بدعمه ذاتيا ده أكيد لأنه هو الشخص يعني دايما إطعامي يقول لواحد دازم كده لو أنا الكاميرا شايفيني لازم واحد يبقى واحد صحيح وممكن الناس تبقى موجودة في حياتها عشان تدعمه لكن لو أنا دايما كده ومسنودة على حد أو ما نمشي لحد ده أقع صحيح فلازم يبقى أنا واحد صحيح بزيتي الحاجة بس الأخيرة في نوضوع السوشيال ميديا الصراحة الإفراط في نوع الفتفضة بيعمل مشاكل يعني الخصوصية ما ينفعش ترد على المشاعر أنا لو عايز شاك حاجة شاكة مع أصحابي وإحنا عدين وشنا في وش بعض أو في حاجة خاصة لكن على العموم مش كل حاجة صراحة بيبقى لها موجود الجيد بشكل فعال ودي نصيحة مهمة جدا جدا وكان مهم جدا إن احنا نسمع رأي حضرتك أستاذ الدكتورة حنان رصاص فيه ولو حاك بس تسمحي بس تضيف حاجة السيء بقى في السوشيال ميديا حياتك ذكرتها إن أحايا نستقى مستنية تحت رحمة الناس هيقولوا إيه أو هيشيكوني إزاي فبالتالي ممكن يعمل توابع من أعراض ألة أو أعراض أغيافة أو أعراض اكتئاب فبيسمد بقى مشاكل بعد كده يعني فعشان كده الاعتماد على الناس مش أفضل حاجة على الوقاية دكتورة حنان أنا شاكر لحضرتك جدا جدا كل هذه التنورات اللي حضرتك شرفتين بيها وبشكر حضرتك على كل الإضافات دي ونلتقي إن شاء الله دايما على خير يا سادة الفطفضة لازم نعرف إن هي باب من أبواب اللطف من الله سبحانه وتعالى وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل الناس لها زي ما لها ألسنة لها أزان عشان تقدر تسمع الناس ويبقى الناس مع بعض بتكون عاون لبعض نعم الفطفضة باب من أبواب وتعاونوا على البر والتقوى لكن في نفس الوقت ممكن الفطفضة تكون تعاون على الإثم والعدوان وعشان كده الفطفضة يا سادة حتى كانوا يقولون كده في اللغة العربية إن تكرار المقاطع بيدل على الحركة يعني ما ينفعش إن الفطفضة دي تكون عبث لازم الفطفضة دي يكون لها معيار ويكون لها ضابط فالفطفضة من أجل الإعانة على الخير أهلا وسهلا بيها وشيء محمود لكن الفطفضة من أجل اللاشئ بتضر صاحبها ليه؟ لأن دايماً بيبقى فيه طرف تالت قاعد أو شخص مستني إنه ياخد الكلام ده ويستثمره ليه ما ينفعه ولسالك أكثر الحاجات اللي بتنفع صاحبها الفطفضة اللي هي مقننة ومحددة وليها قيمة بتحميها أحياناً بنسمع عن جلسات الغيبة والنميمة والناس يسموا الغيبة والنميمة دي ايه؟ جلسة فطفضة مع أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا وقال لنا في مشهد جليل ومشهد عظيم قالت صلى الله عليه وسلم لما أرجى بي مردت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم إذن ده أمر بشع فالجلسات اللي هي بتنسميها جلسات الفطفضة إنني أتكلم عن حد وأخوط في عرضه أو أتكلم عن نفسي بالمناسبة إذا أقول لكم حاجة أنا ممكن أخوط في عرضي أنا بإن أنا أفطفض بأسرار ما يجبش إن أنا أفطفض بيها ولذلك ظهر عندنا شكل من أشكال الفطفضة اللي إحنا تكلمنا عنه اللي هو الفطفضة الألكترونية دي اللي موجودة على السوشيال ميديا إحنا ممكن نقول إن الفطفضة على السوشيال ميديا في نسبة انتفاع من بعض الناس فيها بس في الحقيقة يعني بالتجربة وبالتحليل السوشيال ميديا مش مكان للفطفضة مش مكان للفطفضة خالص ليه؟ لأن أنا عشان أفطفض مع حد لازم أكون واثق فيه لكن لما أجعل المسألة على المشاع أنا مش عارف مين هيدخل ويقول إيه الفطفضة الإنسان بيخرج منه إلى الآخرين ولذلك لازم يكون في حالة أمان في حالة ضمان إن أسراره دي مش هتخرج لحد تاني وعشان كده الفطفضة دي وأنا بعبر فيها عن مشاعري وأحسيسي لازم ما تتحولش إلى سيف مصلط على رقابتي من غير ما ندري فيبقى واحد تحول وهو بيتسول عاطفيا على السوشيال ميديا إلى إنسان أسير وممكن ده يعرضه للابتزاز العاطفي مش بس الابتزاز العاطفي يعرضه للابتزاز المالي ويامس معنى عن اللي بيحصل في ده ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دايماً الستر وأول إنسان أنا لازم أسطر عليه أسطر على نفسي أوعى لما تيجي تكون محتاج لحاجة تعالج الجرح بإيه؟ بجرح أشد منه ولذلك فيه أوقات الناس بتدمن الفطفضة على السوشيال ميديا وده بيساعد فيها شاشة العلاقات الحقيقية يبقى أنا بدل ما بتعامل مع الأهل مع الأقارب أروح أجري على السوشيال ميديا ونعتاد على الاستبدال ونهجر وباقي العلاقات الحقيقية أنا بقول لكم هناك هجر للعلاقات الحقيقية أنا بسمي العلاقات الحقيقية مع الأب مع الأم مع الأخت مع الأخ مع الأهل المقربين دائرة الأهل المقربين ابن العم وابن الخالة وبنت الخالة وبنت العم أصبحت الحالة دي أصبحت العلاقات دي علاقات مهجورة لما تبص كده تلاقيها عليها عن كبوت وتلاقيها عليها تراب وغبار وتلاقي العلاقات دي كلها رحة على السوشيال ميديا الأثار السلبيل ده بتظهر بقى بتخلي الإنسان أصبح هش مش قادر يقاوم وأصبح الإنسان ده قراره مش في إيده قراره في إيد الآخرين اللي هيدخلو له معلومات من تحليلات هي تحليلات مغرطة وبيفتح باب بقى أبواب البلبلة وخاصة لما يحكي الإنسان عن مشاكله لناس غير متخصصين ويا يا سلام بقى على جروبات المميز يا سلام على الجروبات بتاع السيدات بقى اللي لما تحكي مشكلة معجوزة كل واحدة تطلع الطاقة السلبية اللي عندها والحقد والغيز والغل اللي هي مش قادرة تعمله في حياتها الخاصة فتقترحه في شكل مقترحات على مين على واحدة مسكينة غلبانة شايفة نفسها موجوعة وعايزة تعمل ده فتشوف بقى كلام مرة كنت ببص على حد عمل كده فوجدت أكتر من 15 ألف تعليق أنا زوجي مارس العنف معايا 15 ألف تعليق التعليقات كلها خراب بيوت خراب بيوت مع نوع من أنواع الدبح نوع من أنواع التعدي نوع من أنواع استعمال الأخلاق السيئة وسوق الأخلاق ولذلك المسألة بتبقى في غاية السوق يعني إزاي هو مارس معاك عمف مارس معا عمف أشد منه ونفس الكلام ده في أعادات الأهاوي مع الأزواج لا 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 أنت هتسبها تدلع عليك لا ما تدلعش عليك اكسرها عشان ما تدلعش فطفضة سلبية الرجالة كمان بقى عندهم فطفضة تاني وفطفضة دي فطفضة كمان بيحصل فطفضة مع أشخاص وساعات هو بيستخدم الفطفضة دي عشان يحس أنه اللي يفطفضه دوت أنه هو ضعيف ونعرف ناس كتيرة بتستخدم الفطفضة دي كشبك صيد للمساكين اللي يحسوا أن فلان دوت محتاج دعم وكتير من البنات بيبقى عندهم إحساس إحساس الأمومة فيجي واحد يلعب بالفطفضة ويصطاد البنات اللي هم بيحبوا العاطفة وبيحبوا القيام بدور الأمومة وعشان كده تعالوا نتكلم شوية عن أداب الفطفضة وإزاي توصلنا أداب الفطفضة دي إلى الفطفضة الرشيدة أول حاجة لا فطفضة دا بدون حاجة لازم يكون في حاجة والفطفضة لازم تكون من أجل طلب العون على الخير مش لإدمان الشكوى عارفين لي حضراتكم؟ لأن الشخص ممكن يفطفض وعنده إدمان الشكوى فيحصل له حاجة سيئة جدا إيه اللي يحصل له؟ يتحول إلى إنسان يعيش في المظلومية ويبقى عنده عامل زي المدمن بالضبط لما ييجي وقت يحصل له حاجة وهو عايز يفطفض عامل زي بالضبط عايز اللي ياخد جرعة الإيه؟ جرعة المورفين أو جرعة جرعة المخدرات اللي هو محتاج ياخدها ولزلك ده أمر خطر جدا 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 ولزلك لازم في الفطفضة يبقى عندنا معيار مهمة أوي إيه المعيار ده؟ فليقل خيرا أو ليصمت فليقل أه خيرا أو ليصمت مش بس في النصيحة الناس فكرين بس إن حديث الرسول الله سلم فليقل خيرا أو ليصمت عندما أنصح شخص لما أنصحه بالخير لا 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 أنا كمان لما أفطفض أفطفض وأنا عايز الخير أو أصمت أو أصمت الحاجة الثانية من أداب الفطفضة لأن أنا أختار الشخص المناسب وزلك حديث الرسول الله سلم المرء على ديني خليلي الفطفضة جزء من الخلة جزء لأن الشخص اللي هتفطفضله هيدخل جواك فالخليل يعني الشخص اللي بيتخلى الباطنك فالزيك لما تجي تفطفض مع حد لازم تختاره ولازم نكون بنسمع وإحنا بنختار الشخص بشكل صحيح ويكون الشخص ده ذا ثقة عشان إيه اللي يحصل ليكون بيحبنا الخير ويكون بيساعدنا بحكمة وبهدوء وعشان كده يبقى فليقل خيراً أو ليسمط من الطرفين ولو محتاج أفطفض لحد يشير علي بحل مشكلة لازم أفطفض لمتخصص والأهل خبرة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الناس أتت لت الراجل فقال لهم قتلهم وقتلهم الله إنما شفاء العي السؤال لما أنا أسأل أسأل متخصص الأدب الثالث هو إن أنا أراعي الحفاظ على الأسرار الخاص وعدم إفشأها ولو من باب الفطفضة لغير المتخصص ولذلك إحنا لازم نتعود على الأصول دي ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في كل حياتنا الساتر لازم الواحد يتعود إن هو يستر نفسه تعالوا بقى نشوف الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها أرجوكم عشان ما يبقاش في حياة يسمعها احتواء بديل وما يبقاش عندنا ناس مستعدين إن هم ياخدوا أولادنا في أحضانهم ثم يستغلوهم وبيعوا مشاعرهم وعشان كده أرجوكم اسمعوا أولادكم باهتمام واحترام احترموا مشاعر أولادكم ويتموا بيهم وعرفوا إن لو إن أنتو مش بتدعى أولادكم إن هم يفطفضوا ومش بتساعدوا أولادكم إن هم بيفطفضوا لما توفروا لهم حالة من حالات الأمان العاطفي فأنتو على فكرة بتعرضوا أولادكم للخطر وبتكونوا عاونة للشيطان على أولادكم وعاونة إن أنفسهم الأمارة بالسوء إن هم يروحوا يتسولوا ويطلبوا الى احتواء البديل ولذلك اتقوا الله في أولادكم لازم أولادنا من وقت للتاني نفتح لهم باب الفصفضة ويبقى عندنا مجلس بنعمله كده وخاصة لو لاحظت ولمحت إن ابني على وش اكتئاب أو بنتي بتتعرض لحالة عاطفية مش مناسبة بيقل أكلها وشها دايما عنده مليء بالكآبة أو مليء بغمامة لازم أبادر على طول وقالح في إن هي تفطفض وقالح إن هو يفطفض حتى لو نخرج أن أخرج مع أولادنا في مكان عشان نوفر لهم بيئة متغيرة عشان يفطفضوا لإن هم كتير في الأوقات بيكونوا خايفين لا يفطفضوا عشان يحصل لهم تقييم سلبي الحاجة التانية والإجراءة التانية لما حد يجي يفطفض لكن ليك لازم تكون عاوني له ولو ما قدرتش وما كانش عندك رأي مبني على حكمة أو علم ساعده إن يتكلم مع شخص حكيم أو متخصص ويادر إن هو يساعده لإن ده تهيبقى مهمة أواق أو قوي الحاجة التالتة كمان الإجراءة المهمة جدا جدا في مسألة الفطفضة إن أنت دايما لما ييجي حد يفطفضلك وابنك يفطفضلك أو بنتك تفطفضلك ولو زوجتك تفطفضلك إياك أن تستخدم شيء من اللي هو فطفضلك بيه ضده بعد كده لا في تقييم سلبي ولا أيضا في الحكم عليه كتير من أولادنا وأقول لكم أسرار كتير من أولادنا ما بيجيوش يفطفضلنا لأن هما خايفين من إنهم يقلوا في نظرنا أو إن هما يحسوا إن هما هيتحكم عليهم إن هما ما بقوش جادرين بإن هما يكونوا أبنائنا بيخافوا من العار ويخافوا من الوصمة وكتير من الأمهات بتمارس ده مع أولادها أو خاصة لو كانوا في فترة المراهقة والشباب أرجوكم أمنوا أولادكم من ده عارفين ليه؟ شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة واتجلت اتجلت فجاء الصحابة فقال ليه؟ ما زالت نفسه تتقلب عليه حتى يأتي فيوجلت كالكل فحضرة النبي قال لصاصة قال سموت لا تكون عونا للشيطان على أخيك انتهت القضية التوبة تجوبوا ما قبلها افتحوا الأبواب على مصرعيها لأولادكم عشان يفتفضوا ليكم وما تحكموش عليهم مش ما تحكموش عليهم لأن انتوا هتستهينوا بأخطاءهم ولكن عشان تعلموهم إن الفتفضة نوع من أنواع الخصوصية والعلاقة الخاصة بينكم اللي هي محترمة ومصانة ولازم تعلموا أولادكم مش إن السر ببير لكن تعلموهم إن السر في إيد أمين والأمين ده هو منك من لحمك ودمك وحريص عليك وبيخاف عليك ويكون معاك عشان تطلع أحسن ما فيك علموا أولادكم إن هم يفتفضوا فيخرجوا أسوأ ما فيهم عشان يلاقوا دعمكم اللي هيخرج أحسن ما فيهم يا رب جعلنا عاوني دايماً لأحبابنا وأهلنا وكل الأحبابنا اللي إحنا بتبلغهم شفقة قلوبنا وبتنالهم إن إحنا نكون عاوني ليهم ومدد ليهم إنهم يخرجوا من أزمتهم ونكون عاوني لهم على إنهم يخرجوا إلى ساحة الجمال إلى وسع الرحمن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسروا اللي هي دايماً بتجعلنا دايماً في مجلس من المجالس العلم وتجعل جسر من النور موصول بنا وبين حضراتكم عشان يدخلنا حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونبقى دايماً في مجالس العلم لكن نسمحوننا كمان ندعي لأموات المسلمين وخاصة زي منا أخونا الملاح اللي انتقلت والدته ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون في فسيح الجنات وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين أنهم يكونوا في سعتك وفي رحمتك وتجعل قبرهم منزلاً للأنوار ومهبطاً للأسرار برحمتك يا غفار وأن تجعلهم يا ربنا قد استقبلوا أيام سعادتهم ولقيتهم يا رب بفرش الجنة وبنعيم الجنة فإنهم أقبلوا عليك ليس لديهم إلا حسن الظن بيك يا رب العالمين فاجبر خواطرنا بأن ترحمهم برحمتك الواسعة وأن تكرمهم كما تكرم الصالحين والمحبوبين والمرضي عنهم يا رب العالمين أول سؤال وصلنا بيقول واحده كأنه ابنه سأله سألني ابني إذا كنت أبي من الصالحين ودخلت الجنة وكأن السؤال معه برضه في نفس السياق اللي احنا كنا من الكلمة ودخلت الجنة ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد الجنة؟ أجابته نحن نموت موتة واحدة في الدنيا وفي الجنة حياة أبدية فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت أنهاروا فواكه لا مقطوع ولا ممنوع حرئين ولكنه قال وماذا بعد؟ أفدون أفادكم الله بماذا أجيبه؟ أول حاجة لازم نفهم حاجة مهمة أو أول حاجة بتلخص المسألة شوية مع الأولاد أول حاجة أن ربنا لما رزقنا الحياة لا يسلبنا الحياة ولكن الحياة بتتدرج والحياة بتتدرج وإحنا عايشين على طول يعني إيه عايشين على طول؟ دائما عندنا حياة عندنا حاجة اسمعها الحياة الأولى وهي الحياة الدنيا ودي فيها عمل واختيار وهذه الحياة حياة بنعيش فيها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمن خلاص فعندنا أعمال صالحة بنعملها في هذه الحياة فهذه الحياة حياة الأعمال ثم ننتقل إلى حياة وسطة الحياة الوسطة اسمها الحياة البرزخية اللي هي حياة القبور هذه الحياة بنرى فيها بعض الآثار لأعمالنا سواء كانت صالحة أو غير صالحة فنرى بعض الآثار والله سبحانه وتعالى دائما اللي بيخلي أولادنا يسألوا في ده لأنه هم مش متصورين أنه احنا بننتقل من حياة إلى حياة لأنه احنا هم متصورين أن الحياة بتنتهي فإذا كنا هناك في الحياة الآخرة فلازم الحياة الآخرة تنتهي هو ابن حضرتك بيسألك ليه لأنه تصور أن كل حياة لا لازم تنتهي لكن في حياة يسمعها الحياة الخالدة الأبدية فاللي حاصل ببساطة أنه احنا انتقلنا إلى الحياة البرزخية هذه حياة ليس فيها عمل ولكن بنتلقى فيها البشريات أو الأمور الذي بها نتخفف من حسابنا يوم القيام ولازم نقول كده الأولاد وخاصة لو ابننا دوت صغير في السن أو مراهق فلازم نعرفه أن المؤمنين إما بيشوفوا البشرة بالنعيم في قبورهم أو ما يلقوه من شدة في قبورهم بيكون تخفيف عنهم عندما يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الحساب ثم نذهب إلى قنطرة الحياة الأبدية اللي هو يوم الحساب وإن شاء الله ندخل إلى الجنة وإلى النعيم فهو بيسأل بقى لما ندخل الجنة ماذا سيكون الأمر في الجنة هيرفع الزمان هيرفع الزمان يعني إيه ما فيش بقى أمور تتعلق بالعدد أو بالرقم لكن عن عيش في نعيم ولذلك دوتي خلينا نشوف ما لعين الرأت لأن احنا كنا محدودين هنا فالربنا سبحانه وتعالى يكشف عننا الغطاء فنرى ما لم نكن نستطيع أن نراه في الدنيا فنرى الأشياء بأبعد على المتعددة ونرى النعيم نعيما مقيما ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا عطاء عظيما لا علاقة له بما رأيناه بما رأيناه في الدنيا صحيح احنا بنشوف وأوتو به متشابهة صحيح بنشوف وكأن الشكل هو الشكل بس الحلاوة والاستمتاع والمذاق الإنسان مثلا لما يجي يأكل ثمار الجنة يتنعم بالنظر إليها كما يتنعم بطعمها ويتنعم بصوت أكله ليها كما يتنعم أيضا بمذاقها كل ده عشان الله سبحانه وتعالى قد ادخر للمؤمنين ما سيعيشون به هذه الحياة الدائمة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الحياة هي حياة فيها الديمومة فيها البقاء على الدوام وكده الله سبحانه وتعالى بهيئنا بهذه الحياة لهذا البقاء حياة ما فيهاش نهاية لأننا سنكون في عين الرعاية الربانية سبحانه وتعالى فده الكلام اللي نقدر نقلهله بهذا المعنى ما تحاولش بقدر الإمكان أن أنت تتخليه تتصور ده يا دي مشكلة الأب مش مشكلة الإب أنت بتحاول تخليه تتصور اللانهاية بتخليه يتصور الأبدية الأبدية بتخليه يتصور الخلود ومش يقدر يتصور الخلود لأن احنا هنا لسه عندنا عقل محدود ولسه عندنا نظر محدود ولسه عندنا حياة محدودة فمش يقدر يقيس ده لأنه مش يقدر يستوعبه قل له احنا هنروح في حياة غير محدودة وده مش هنقدر مش هتقدر تستوعبه دلوقتي ولا تحيط به لأن احنا دايما عندنا حياتنا هنا علمتنا ان احنا من اهل الحدود ومن اهل القيود وهناك ليست هناك حدود ولا قيود ولكن هناك نعيم مقيم ده اجابة مناسبة ان انت تجاوب بيها عليه السؤال بعد كده بيقول زوجتي ست على خلق ربنا يبارك لك فيها وتصلي وتصوم وتذكر الله كثيرا بس بتخاف من كل شيء وخصوصا في الشتاء تخاف من المطر والرياح والرعد والبرق تخاف تعدي الشارع الخوف عندها وصل لدرجة الاعياء بتتعب جامد جدا جدا على الرغم من انها بتقول للازكار ماذا افعل لعلاج هذا الخوف هو ده خلاص هي محتاجة شويتين تلاتة ان هي دعم نفسي بدل هي خلاص ابتدى يحصل لها هذا الحد ان حياتها بدأت تتعوق ونحن عندنا امارة وعلامة على امتى ان انسان يحتاج الدعم النفسي يعني نعمل ايه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء انما شفاء العي السؤال فلازم نروح لمتخصصين لان دوت بيحتاج في كتير من الاحيين بعض العلاجات عشان نقلل نسب افراز بعض الامور في الدماغ لان دوت لازم في المخ لان دوت لازم يتعادل احنا في كتير من الاحيين بيبقى عندنا هذا الخوف بيبقى خوف بسيط وفي ناس كتيرة بيحصل لهم قدر من الكآبة معروفة اسمها كآبة الشتاء النواة ايه يحصل له كده نوع من انواع الاحساس بعدم الراحة والاحساس بالحزن والاحساس وانتو عارفين الخناء اللي بتدور ما بين الناس من اللي بيحب الصف ومن اللي بيحب الشتاء كتير من الناس اللي بيقولوا احنا منحبش الشتاء نحبش الشتاء عشان هذا القدر من الكئب لكن لا لكن احنا اللي بتكلم عنه ده ده قدر مبالغ فيه قدر زيادة لما حضرك بتقول مش عايزة تعد الشارع مش عايزة تعمل اي شيء بتخاف انه يحصل برء وابرعد او يحصل اي ده اه في الاطفال بعادتهم بيخافوا من الحياة ده ازاي ده لكن لما تبقى كبيرة وعندها اولاد وحصل لها ده ويحصل لها هذا الخوفي با احنا محتاجين دعم نفسي طب تأمل ايه لغاية ما يحصل انها تتلقى الدعم النفسي وانت دايما بنقول للناس بس عشان ما يطلق بطوش بس اوة تختبر ربنا لما تيجي تقول ان شاء الله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئنه القلوب نعم ألا بذكر الله تطمئنه القلوب ولكن الله سبحانه وتعالى زي ما حضر النبي قال ما انزل الله ده الا وانزل له دواء وحضر النبي قال تداوى عباد الله يبقى احنا لازم نتداوى الاذكار في الحقيقة دي عبادة بيني وبين ربنا عبادة بيني وبين ربنا بتخلي قلبي وانا شغال في التداوي بفهم ان ده من عندي الله سبحانه وتعالى ان الحال اللي انا فيه دوت من عندي الله فإنه حاصل فانا عكس ده على ان انا اكون من اهل الرضا ويكون عندي صبر فإنه حاصل فتتحول هذا الحال الذي عندي ان يفتح عليها باب المعاملة مع الله لان الله سبحانه وتعالى ما ارسل هذا الا لأدخل على باب العبادة احنا بقى بنعمل ايه بنخلي باب العبادة ده بديل عن الدواء لا خالص ده الدواء كمان عبادة يعني التداوي مش ورد فيه فعل امر تداوي وعبادة الله يبقى خلاص ايه اللي حاصل يبقى ده وتواجب علينا يبقى ده واجب شرعي يبقى انا لما باخد الدواء ولما اشرب الدواء ده عبادة كما انني اذا صبرت واذا رضيت ده كمان عبادة فمين قال ان هي عبادة واحدة بس اللي عبادة الاذكار لا كل دي عبادات زي بالزبط ايه اللي حاصل فيه واحد طالب طالب العلم بيعبد الله بانه ايه يحصل العلم وبيعبد الله بانه ايه يتواضع وبيعبد الله انه ايه انه كمان ينكسر الى الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على انه جعله ماذا محل لنعمة التعلم اه يعني هي مش عبادة واحدة احنا متعودين ان احنا دايما لما نشوف الحاجة نشوفها من مدخل واحد ده مش صحيح يبقى انا عندي عبادة بان انا اتداوي وعند عبادة بان انا اصبر وعند عبادة ان انا برضا وعند عبادة كمان ان انا اتأمل في حالي وعند عبادة كمان ان انا اطلب الدعم وتعاونوا على البر والتقوى فدي جملة من العبادات ما ينفعش ان انا اسبها وارميها فده شيء مهم جدا جدا انا لازم اتعلمه السؤال اللي بعد كده بيقول ايه بالنسبة للسؤال اللي كان في الحلقة بتاعة التعافي من الخيان واللي هو شيء صعب جدا نفسيا صحيح صدقت وتكتشف بعد سنين ان الموضوع مستمر وما فيش توبة ولا حاجة والحلفان والقسم كله كده ممكن تفيدنا تكمل برضو عشان العيال ولا ايه الصح افيد حضرتك او افيد صاحبة السؤال او صاحبة السؤال بحاجة مهمة جدا اللي هو ايه ان حضرتكم المحتاجين الاستشارة لازم تروحوا لأهل الارشاد الزواجي فاتشرفونا في دراء الافتاق المصرية في مركز الارشاد الزواجي عشان نتكلم ليه لان ممكن يكونوا على فكرة سبب الحالة اللي احنا فيها دي سبب مشترك من هنا ومن هنا سبب مشترك وكمان البيئة مش مساعدانا فاحنا لازم ببساطة خالص نذهب لمتخصص يبقى الحالة دي دايما بتقول في حالة تكرار الخيانة مع وجود اسباب للبقاء بس انا مش قادر اكمل يبقى احنا لازم نعمل ايه نذهب لمتخصص ليه لان احنا لازم نعمل قياس هو قد ايه الشخص ده عنده ارادة وعنده قدرة عشان يكمل الجواز ده لان في كتاب من الاحيين بيبقى عنده ارادة بس ما عندهش قدرة فلازم نتكلم مع الزوجة ازاي نكون عنده ارادة وازاي هي تساعد في ده او انسا كانت هي مش قادرة تساعد فلازم ده كله يتقاس ويتحسب وعندنا اسئلة كتيرة في هذا السياق عشان نقدر نتعامل مع ده فاحنا رأيي ومشورة لحضرتك ان حضرتك تتفضلي تروحي لأهل الارشاد الزواجي لان هو ده الحل في حالة تكرار خيانة عشان بيبقى محتاجين وقفة والوقفة دي وقفة تقاس فيها الرغبات وتقاس فيها القدرات يا رب العالمين احنا النهاردة تكلمنا على ان كتير من الناس بيبقوا محتاجين فطفضة يا رب الهم الناس ودلهم على ان في باب مفتوح وبابك يا مولانا يقبلوا عليه وينجوك ويطرحوا هموموا على بابك وان الشخص اللي محتاج فطفضة فيه باب مفتوح ليه يكلم فيه مولاه ويسمع خطاب من عند مولاه بيقول له عبدي ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي علمنا يا رب حسن الادب معك وان احنا نحسن مناجاتك ونحسن اللجوء اليك عندما تشتد علينا الامور ونتعلم اداب الاقبال عليك والحديث معك عشان تسمع قلوبنا خطابك بالحنان والود والامان يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اكرمنا بمددك على الدوام يا رب العالمين